بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله اليوم يا شباب هنتكلم عن شابتر 10 أو الفصل العاشر من كتاب Fundamentals of Database Systems والشابتر دوت بعنوان Functional Dependencies and Normalization for Relational Databases واسم الشابتر صعب شوية لكن لو تعرفنا على المحتوى بتاع الشابتر دوت أو الفصل ده هنجل إن هو من أمتى الفصول اللي مرت علينا خلال هذا الكورس طيب الشابتر دوت بالتحديد بيركز على إيه؟ بيركز على المرحلة بتاعت الDatabased Logical Design بمعنى إيه؟ بمعنى دلوقتي أنا هيوز أحط الدزاين أو التصميم المثالي للRelations بتاعتي أو الجداول بتاعتي قبل ما أبدأ فعلياً أنفزها على قاعدة البيانات طيب أنا عشان أوصل للدزاين المثالي دوت في بعض الGuidelines أو الإرشادات وبعض التكنيكز اللي بتتبع وهيتم تطبيقها على الRelations بحيث في الآخر أطلع بRelations زاد تصميم مثالي تمام؟ فيبقى الشابتر دوت هيعلمني إيه هي الGuidelines أو الإرشادات وإيه هي التكنيكز اللي يجب عليها اتباعها عشان في الآخر أوصل اللي أنا عندي Relations مثالية أو شبه مثالية طيب تعال نشوف الRelations المثالية اللي أنا نتكلم عليها دي المفروض تكون إيه؟ المفروض ما يكونش فيها أو تخلو من عيبين أساسيين أول عيب اللي هو موضوع Redundancy Redundancy معناها إيه؟ التكرار أنا عاوز الRelations بتاعتي ما يكونش فيها تكرار لبيانات بدون داعي ليه؟ لأن التكرار دوت بيعمل إيه؟ ويست الStorage الStorage بتاعتك بتضيع في كلام فاضي فيه بيانات كررتها مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية بدون داعي فأنا المفروض لو أنا حاطي الديزاين تمام ما يبقاش عندي موضوع Redundancy داعي موجود في الRelations بتاعتك تاني مشكلة حتة Update anomalies يعني ايه Update anomalies؟ أولا كلمة anomalies معناها عيوب عندي مشكلة عندي عيوب في عملية الUpdate بتاعتك يعني ايه؟ الUpdate أولا نقصد بيها ايه؟ نقصد بيها الInsertion والDelation والModification الإضافة والحسب والModification للبيانات للحسب للبيانات بتاعتنا الموجودة في الجدوى الفعلي فيبقى دلوقتي أنا عاوز الDatabase Relation بتاعتي ما يكونش بتعاني من مشاكل أو عيوب في عملية الInsertion أو عيوب في معاملية الDelation أو الحسب أو عيوب في معاملية الModification أو التحديث أو التعديث أو التعديث في البيانات الموجودة فعلي تمام؟ خلاص؟ يبقى أنا عاوز نوصل لحقيقة دلوقتي الRelation اللي احنا بنصده اليها أو الRelation اللي احنا نوصل لها لازم تكون ما فيهاش redundancy ما فيهاش تكرار لبيانات بدون داعي حاجة تانية ما يكونش فيها update anomalies أو عيوب في عملية الInsertion أو Delation أو الModification خلاص؟ طيب خلينا في الأول نتعرف على أشكال الRelations اللي احنا مش حبينها أو أشكال الRelations اللي فيها مشاكل ليه؟ عشان ما نعرف المشاكل هي ايه؟ نتعلم بعد كده الGuidelines أو الإرشادات اللي تعرفني ازاي اخلص من هذين مشاكل وفي الآخر اوصل للدزاين المثالي اللي انا بصبه اليه تمام؟ طيب فمثلا هافترض اللي انا عندي Relation زي دي Relation دي اسمها Ambly Department أو بيانات الموظف والقسم دي فيها بيانات الموظف الأساسية زي الName والSSN والبرسلات وكمان معاهم بيانات القسم اللي هي الDepart number والD name والManager SSN اللي هو الرقم أو المدير اللي بيدير هذا القسم وأيضا الRelation التانية دي اللي اسمها Ambly Project اللي فيها بيانات الموظف وكمان بيانات المشروع اللي بيعمل فيها زي الSSN اللي هو رقم الموظف الB number اللي هو رقم المشروع اللي بيعمل فيه الموظف والHours اللي هي عدد الساعات اللي بيشتغلها في كل مشروع والE name اللي هو اسمه والB name اللي هو اسم المشروع والB location اللي هو الموقع بتاع المشروع طيب تعالوا نبص كده هنلاقي ادي شكل الRelations بس بعد ما بانينا فيها بيانات هي دي الRelations الSchema بتاعتنا هي الRelations بتاعتنا هي وكمان ادي الشكل بتاعها بعد ما بانينا فيها ايه البيانات طيب ايه المشاكل اللي انت شايفها هنا اول مشكلة واضحة جدا 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 موضوع الRedundance التكرار في بيانات بتتكرر بدون داعي اكثر من مرة زي ايه؟ يعني مثلا شوف هنا الراجل اللي اسمه Smith الراجل دا بيعمل في القسم رقم خمسة قسم رقم خمسة دا هو اسمه ايه؟ Research والمدير بتاعه رقمه هو دا طيب رقم خمسة دا القسم رقم خمسة دا بيعمل فيه موظف الاسمه Smith لوحده؟ لا دا بيعمل فيه Smith وعشرات اخرين ممكن يكون هم يهة ألف ألفين موظف اذا انا هكرر المعلومة بتاعة Research وبتاعة تلاتة 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 اربعة اربعة تلاتة خمسات دي كم مرة؟ على قد عدد الموظفين اللي بيعملوا في هذا القسم يبقى لو هم ألف موظف يبقى انت هتكرر كلمة Research والرقم دا ألف مرة هم مئة وخمسين يبقى هتكرر دا مئة وخمسين مئتين يبقى هتكرر دي مئتين مرة يبقى اذا معلومة زي دي ومعلومة زي دي اتكررت ألفين مرة بدون داعي في حين انه كان يكفيني ان انا اذكر فقط رقم القسم صح ولا الان؟ طيب هنا مثلا بيانات زي ديانات المشروع البروجيكت نمبر رقم واحد اللي اسمه برودكت اكس واللوكيشن بتاعه في منطقة اسمها بيلير هافترض ان البروجيكت رقم واحد دا بيعمل فيه خمس موظفين يبقى اذا المعلومتين دول هيتكرروا كم مرة؟ هيتكرروا خمس مرة طيب لو يعمل في مئة موظف يبقى المعلومتين دول هيتكرروا كم مرة؟ خمسمية مرة آسفة مئة مرة يبقى مئة مرة خمسمية موظف يبقى خمسمية مرة ألف موظف بيشتغروا في هذا البروجيكت يبقى هيتكرروا بالمعلومتين دول ألف مرة الـ Redundancy دي من شأنها ايه؟ هتطيع على الـ Storage بتاعتيه يبقى فيه Storage بتضيع بدون داعي في مساحات تخزينية بتضيع بدون داعي طيب نفس الكلام هنا الموظف ده اللي اسمه اللي اسمه اللي اسمه اسمه سميس سميس ده هنفترض اللي هو بيعمل في أكثر من مشروع يبقى المعلومة بتاعت اسمه ان هي سميس جون دي هتذكر كم مرة بعدد المشاريع اللي بيعمل فيها اللي هو بيعمل في خمس مشاريع يبقى اذا اسمه اللي اسمه سميس ده هيذكر في خمس مشاريع بيعمل في عشر مشاريع يبقى برضه معلومة الاسم دي هتذكر في عشر مشاريع برضه بدون داعي ليه بدون داعي؟ لان انا ذكرت رقمه فكان كفاية رقمه ليه اسجل كمان اسمه صحب؟ يبقى هنا اول مشكلة في الـ Relation دي و الـ Relation دي ان فيهم Redundancy بدون داعي في تكرار لبانات بدون داعي ايه المشكلة التانية؟ اللي هي الـ Anomalies اللي قلنا عليها مثلا اول حاجة هنا الـ Update Anomaly فيه عيب في موضوع التعديل فيه هنا التعديل بيتم بطريقة غريبة طريقة مش منطقية خالص ليه؟ يعني مثلا لو انا حبيت اغير اسم المشروع اللي اسمه B1 من Bearing to Customer Accounting انا كان عدي مشروع رقم واحد كان اسمه Bearing غيرته خليت اسمه Customer Accounting تفتكر التحديث ده هيتم كم مرة؟ او هيتم على كم ريكورد؟ برافع ليه؟ هيتم بعدد الموظفين اللي بيعملوا في هذا الـ Project صح؟ يعني مثلا الـ Project رقم واحد اللي اسمه Product X انت مثلا هو اسمه Product X خليته اسمه Accounting لو الـ Project رقم واحد بيعمل فيه موظف واحد فانت خلاص هتغير اسمه مرة واحدة لكن لو هو بيعمل فيه ألف موظف يبقى انت هتغير المعلومة Product X دي ألف مرة صح؟ وإلا ما يكونش الـ Data سليمة انت مضطر لان انت ذكرت مرة ان اسمه Product X فما ينفعش تيجي شوية تقول ان هو اسمه Product X وشوية تاني تقول ان هو اسمه Accounting ما ينفعش فانا مضطر عشان الـ Data دي بقى Consistent او Data سليما يبقى انا اعيد او اعمل تحديث للمعلومة دي بعدد الموظفين اللي بيعملوا في هذا الـ Project صح؟ نفس الكلام بيتكرر هنا هنفترض ان الموظف اللي اسمه Smith اللي بيعمل في القسم اللي اسمه اللي رقمه كذا بيعمل في قسم رقم 5 القسم الرقم 5 دي اسمه Research والمدير بتاعه تلاتة تلاتة مش عارف اربعة اربعة اخمسة خمسة ده رقم المدير بتاعه هنفترض اللي انا حبيت اغير المدير بتاع القسم بتاع Research بدل ما هو كان كذا لا انا خليته رقمه خمس ستات مثلا هنفترض يبقى انا مضطر اغير المعلومة بتاعه رقم مدير القسم دي كم مرة برافو عليك بعدد الموظفين اللي بيتباعوا هذا القسم يعني مثلا في الجدور الصغير اللي قدامنا ده القسم الرقم 5 بيعمل فيه موظف اتنين تلاتة اربعة اربع موظفين يبقى انا لازم اغير المعلومة دي كم مرة اربع مرة وها جذبه فلاص؟ هذه مشكلة الـ Update Anomaly ثم قالت Insertion Anomaly في عيوب او في شيء غير منطقي بيتم في موضوع الانسيرشن ليه؟ يعني مثلا هنا بيقولك Cannot insert a project معدارش ادخل project جديد unless an employee is assigned to it ايه ده؟ معقول؟ اه؟ يعني انا معدارش اضيف project جديد عندي في البيانات بتاعتي إلا ما يكون فيه موظف شخال فيه الـ Relation دي بتقول كده ليه؟ الـ Primary هنا هو ايه؟ السن رقم الموظف مع الـ Project Ramba اللي هو رقم المشروع يبقى اذا انا ما اقدرش ادخل بيانات المشروع إلا لو كان فيه موظف بيعمل في هذا المشروع صح هو غلقة؟ نفس الكلام هن القسم رقم واحد ده انا ما اقدرش اضيفه او ما اعرفتش اضيفه إلا عشان فيه موظف اسمه بورد جيمس بيعمل في هذا القسم طب انا حبت اضيف القسم عندي رقم ستة عملت قسم جديد ستة اللي هو بتاع الـ Human Resources ولسه ما اعينتش الموظفين فيه ما اقدرش اضيفه ما اقدرش ليه؟ لان هنا ما اقدرش اضيف بيانات قسم إلا لو كان فيه موظف بيعمل في هذا القسم فده اللي بيسموها الـ Insertion Anomaly طيب ممكن يكون عندي Deletion Anomaly او حسف عندي عيب او حاجه غير منطقيه ما هو الحسف ايه هي؟ بيقول لك مثلا لو انا حبيت احذف بروجيكت معين ده معنا This will result in deleting all the employees who work on that project يعني ايه؟ يعني انت لو قيت حبيت كده تحذف بروجيكت معين أنا افترض ان الـ Product X ده الشركة اغلقت هذا الـ Product فهذا تحذفه ما تقدرش تحذفه إلا لو حذفت كل الموظفين اللي بيعملوا فيه صح؟ يعني انت ما انت ذكرت المعلومة دي مثلاً مئة مرة مع مئة موظف فالبانات دي لو انا جيت حذفت الـ Product X يبقى لازم احذف كل الـ Records اللي كان مذكور فيها يبقى انا لازم بالمرة احذف كل الموظفين اللي بيعملوا فيه طبعاً ده كلام غير منطقي بالمرة نفس الكلام هنا هافترض اللي انا قفلت القسم بتاع الـ Head Quarters ده اغلقناه خلاص بعدناش نعمل شغل في الموضوع دو تفاهم لغينا القسم ده من عندي يبقى اذا اما الغي القسم ده يبقى انا بالتالي كمان هلغي بيانات الموظف اللي كان بيعمل في هذا القسم بيانات الموظف اللي اسمه وبصوة عكسية لو انا حبيت احذف او امشي الموظف اللي اسمه بورج جيمس ده من عندي حبيت احذفه من عندي امشيه خلاص حذفته من الـ Database يبقى انا بالتالي هاحذف القسم اللي اسمه Head Quarters لاني مشيت الموظف ده او حذفت الموظف صحب؟ واخد بالك يبقى هذه المشكلة بيطلق عليها Delete Anomalous ما اقدرش احذف البيانات دي الا لو حذفت data اخرى وعدمه مع اني مفيش ارتباط بين هذي ده في الـ Insultion Anomalous ما اعرفش ادخل بيانات معينة لان الا لو دخلت بيانات اخرى معاه كل دي بيسموها بقى Anomalous يبقى دي العيوب اللي موجودة في الـ Relations واحنا عاوزين نتخلص منها باستخدام الـ Guidelines او الارشادات اللي هنتعلمها في هذا الـ الشبط الاس واضح يا شباب؟ تمام؟